من المؤسسات الشرعية الفريدة فيها البجاء المؤسسة الحضانة التي لا يوجد لها نظيرٌ في النظوم الوضعية على الرغم من التطورات الحديثة فيما يتعلق بحقوق الطفل التي ما يزال أكثرها توصياتٍ غير محددة المعالم لا من حيث طابع عدم الإلزام في حسن بل أيضاً من حيث الجهات المكلفة بها في هذه المواثق حقوقٌ بدون جهاتٍ تجب عليها وهذا العفال مخالفٌ للتصور الإسلام في الترابط بين الحقوق والواجبات لأن كل حقٍ لشخصٍ هو واجبٌ على آخر فلولا وجود الواجب مقابل الحق ما كان الحقوق أي أساس من الإلزام فحقوق الطفل هي واجباتٌ على والديه ومن يقوم مقامهما من أقاربه أو على المجتمع أو الدولة والحضانة في الشرع هي حفظ من لا يستقل بأبوره وتربيته بما يصلحه وهي صيانة العاجز والقياغ بمصالحه ومبيته ومؤنته طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيم جسمه هذا تعرفه الحقهاء حفظ المحضون وإمساكه عن ما يؤذيه وتربيته لينمو وذلك بعمل ما يصلحه وتعهده بكل ما يحتاجه وتتعلق بالحضانة ثلاث حقوق حق لله عز وجل وحق للحاضر وحق للطفل تجداد أهمية الحضانة في السياق المعاصر حيث بدأت المعايير المؤسسة المجتمع تختلف وغدت النسعة الفردية متغلبة وسادت روح المماكسة في التعامل فابتعد الإنسان رويداً رويداً عن روح التسامح والسماحة واستجدت أوضاع جديدة ومتغيرة في وضائف أطراف العقل العائلي حيث أنه لم يكن في الماضي لم تكن المرأة تذهب إلى العمل في الماضي بينما هي الآن تقوم بالعمل بجنب الرجل فاستجد شديد بالنسبة للصبي إما أصبح يعرض الطفل لمخاطر الضياع ويشعله غرضاً سهلاً لكل المتربصين في الفضائن الحقيقي والرقمي